هذا وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 في نسخته السادسة تحت شعار شمال أفريقيا والبحر المتوسط دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة حول أجنحة المعرض والذي أكد بدوره أنه يتم تركيز حاليا على التنمية المجتمعية والعمل على التحول الرقمي والخرائط الجيولوجية الإلكترونية لتستخدمها الشركات العالمية دون الحاجة إلى عمل مزايدات وقرصات طرح ترجمة نانسي قنقر